بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين السلام عليكم حيواتي الغاليات شونكم أخباركم إن شاء الله كله بخير وصحة وعافية يا ربي اللي أول مرة يزورون قناتي وعجبتهم أتمنى يشتركون بيها يفعلون خاصية الجرس يضغطون على اللايك وانطيهم قلب آني وكون ممنونة منكم متابعين متابعاتي اليوم يعني مو اليوم قبل ثلاثة أيام رحت الأهل يوم الجمعة من دازية نزلت لكم الغداء مع السمج مرجعت من بيت أهلي على طريقي أو الدجاج يبيع الدجاج فمرت علي يا وريد كيلوين دجاج قال والله خالة ما عندي بس ثلاث كيلوات وفوق ثلاث كيلوات ونوص يعني ماكو حتى ثلاث كيلوات وربع ماكو فقلت له زيان الثلاث كيلوات ونوص قدي يسوين قال لي سويني اثناعش ألف قلت له لا أيضا بعشر تالاف دجاجة دور لي منها الدجاجة تبعشر تالاف قال لي اذا ما عندكو فلوس بعدين قلت لا عندي الحمدلله فلوس بس يانا الدجاجة صغيرة يعني مو ثلاث كيلوات قال والله ما عندي ضل يقلب كان من أروح قال لي تعالي لقيت لك دجاجة بداعش تريدينها قلت لدي يا الله طلعت ثلاث كيلوات وهمة ونوص اي بس نطانيها بس نطانيها بداعش ألف مثل ما شوفون جبتها وقطعتها طبعا غسلتها ونظفت اكيد انتم تدرون يعني الرجلين مع دجاجات كلهم نظفتهم ويا راس الدجاجة كلهم نظفتهم وكملت اشأ سوي ما كو حد بالبيت ابني بالدوام بس عني اماني وجهال فقلت نسوي قليل من عدها بس للغداء منشولة ترى انا حبيبات قلب الغاليات قلت بس نسوي للغداء فخلت رجلين والروس والصدر من الدجاج الصدر الدجاجة هاي فد مرة شبيرة ثلاث كيلوعة ونص اخذتها منها كم قطعة واخدت الفخذ لا الجناح الفخذ ما اخذته بل ولا اخذت الفخذ راس الفخذ اخذت وخليتهم مثل ما شوفون قسلتهم وراح اخليهم على الطباخ والباقي راح اشوفكم بصينية خليته قلت اخليه بالثلاجة هنا عاجبت البصل مثل ما شوفته حبيباتي كل البصل قطعته وخليته على هذه الربع دجاجة تعتبر لانه رجليا والرأس ما ينحس بالن والرقبة محبيتها فخليت البصل وهذا تشريب دجاج بحارات تشريب دجاج خليته باقي بي شوية بقيمنا التشريب هذا يعني بهارات التشريب خليه زيت الزيتون الأصلي عليه وملح شوفوا حبيبات الغاليات وأقلب ورح أخليه عاد على الطباخ شوفوا حبيباتي الغاليات يا قلبي هس أخليه عاد على الطباخ وهذا أخليه بالمجمدة الصينية اللي بيها يعني فرزيتهم خليتها بالطباخ بالطباخ شنو بالمجمدة بالمجمدة خليتها بالمجمدة قلتها تجمد للعصر وبعدين قطعة قطعة أخليها بالعلاقة وخليها بالمجمدة أسويها يخني صراحة أنا أحب اليخني ما الدجاج يعني حي أطيب من الدجاج ما للسوق هنا بعد ما نحمست خليت النوميات البصرة وخليت عليها مي شوفوا حبيباتي ونومي البصرة وقلبها عاد أخليها هنا ما عندي فلفل أسود رحت من العطار اللي بصف بيتي جبت بألفين دينار نقيته من الشوائب البي وطحنته بهذا الدولكة طبعا عندي طاحونة بس ما أدري وين حطيتها قلت يا الله خلطحنها بهذه وانطحنت شوفوا هذا طبعا البيت امتله يعني شوفوا بنات الفلفل الأسود والبهارات الصحيحة اللي جيبونها تطحنونها بالبيت همينا كلش طيبة وهم نظيفة يعني على إيدك والله يعني آني قلت بعد الأم آماني قلت لها بعد آني فلفل أسود هذه ما ألقاها ليس مطحونات الباقي بس هذه وعندهم سبع بهارات صحيحة هم طحنتها ورا ما طحنت الفلفل فعاد شسمة تجيبونهن أحسن تطحنوهم بالبيت وتخلونهن بعلبة وتحكمون الأغلاق ما لها فدنوب حتى يعني ما تطلع الريح حمالتها برا تبقى موجودة يعني لأن من تنكشف تظل مكشوفة الشسمة البهارات ريحتها طير فعادي أنا خليتها بهذا العلبة وخليتها بالشسمة بعلبة وخليتها بالكاونتر بس أنا خدت من الدجاج خليت الفل الأسود هنا عاد أنا سويت التمن وأماني ما تحمس التمن فأني سويت التمن شوفوا حبيباتي سويت يعني بس قليل إلي والأم أماني وللجهال جهالنا همينا بالبيت يعني اليوم سبت شان وتهم يعني مو رايحنا المدرسة أكيد فعاد اتغدينا أنا أماني مثل ما شفتوا التمن بذيش جذرية سويت الإبني قلت خاف يجي من الدوام فما كان جاي يعني بقى سويت التمن قلت احتياط إذا يجي يعني مسوي المرقم سويته بس التمن هم مكملته إلي المهم بعد ما نشف خليت البليت جوا خمس دقائق هي خلي نار عالية بعدين أنصي أنصي وخلي تهدف نص ساعة وصب الغد هنا صار يعني استوى التمن طبعا مو رأسا ها وابني ما أجع على مدل الغد بس آني ومأماني وجهان شوفوا حبيبات الغاليات جاي يصب غد للجهال وهذا المرق شوفوا هسا والله تعليقات شثيرة على هالش اسمع على هالرجليين مال الدجاج بس ش سوي والله رح جبت حتى عندها دجاج رجليين هم الضاني آهل هنا عاد قمت أصب أكمل الغد شوفوا حبيبات قلت لكم حق الغد مسوية ما سوي شي زايد وهذا كان غدان حبيبات الغاليات وتمنيت كم والله وسهم كم الف عافية شوف هذا علوش بايت يمن لأن خميس جمعة يجون يم يب يب يونس وعلي ولاد أثير ولاد ابني خميس وجمعة يم يجون اليوم سبت علوش يم همينا شوفوا حبيباتي هنا عاد نفس اليوم نفس اليوم جتي ورد جوري وأثير جوا حبيباتي حبيباتي راح أسوي لكم يخني ضلون أسوي لكم ثريد قال دي الله قلت لأثير بقى حياتي تسوي لكم يخني جايبة دجاجة جديدة ماتها تبقى تشتير بالثلاجة بل مجمدة وشان يقول يالله سويها أو سويت الدجاجة شسويت والمرة هذا البطاسة حبي بحنتها شوف حبيباتي بحنتها بل هال الدول كاتشبيرة العبلاقة السحانتها بس مو ذاك السحن القوي يعني خليت زيان يعني سويت بس مثل جراشتها هنا عاد قمت خلي فوق ها البصل نظف البصل وأخلي عليها شون أنا هي طريقتي هي بل بثري مال اليخني هنا خليت عليها موي بس الموي بعدين شلته بس شوية لجموع شوف حبيباتي خليت كركم ومثل ما شفت هذا الفلفل الأسود اللي الظهور سويت هم أنا خليت الفلفل الأسود وكركم على هاي الجريش اللي سويت آني مال الحبية والبصل وقمت مرضو تأ يتشرب بالبصل حياتي هنا تشريب لحم تشريب لحم شنو تشريب الدجاج كلها خليت لأن ما بقى بتشيز كل شي خليت فوق الدجاج زين حياتي السعاد طبعا المي مال قلت لكم أنا شلته على مت بس ينحم وارد المي فوق ها هذا عاد الدجاج مال اتنا وخليت هم ينا ملح جنت ناسي الملح قلت حتى يتشرب الملح إذا ما يتشرب بل اللحم ما يصير طيب هنا عاد من الحمس جبت هذا الجريش وخليته وخليته عليه مي وراح أغطي أخلي يعني نص غطة مو غطة كاملة خلي يعني يفور يقوب على الطباخ يتكب شوف حبيباتي هذا اليخني ما نهاب الليل طبعا سويت له ثريد يخني قلت له ما الجو بارد مال ثريد إحنا بالشمال بكركو الجو حلو يعني مو فدنو بارد بعد ما بردت بس مال يخني فآني حيت شنت مش تهية اليخني بس قلت ما اليخني شوفوا الثريد يعني مو يات ناس تاكل ثريد من خصم أماني ما تحب الثريد وبس هاني أكل ثريد ووجهها الموه القدوية الثريد يشوفون أمهم تاكل ثمن ما يصير الثريد يعني وافقني على هالرأي هذا اكربوا لي بالتعليقات يعني الأكل باللمة أطيب يعني هسعد ثريد إذا واحد تاكلين والله من نفسك تنسد ما تشبعين ما تشون تحسين نفسك ما نفسك تريد بس لوين لمن أنت ويا أيلتك ويا ولادك ويا أخوانك وقاعدة ويا الوالدة والوالدة الله يحفظهم يقولون أنت قاعدة بالبيت وتأكلين الأكل تصير طيبة وإلها طعم هنا عشوف حبيباتي كل الصياني يعني ثلس صيانيات آني ثردت بس ما ترس ترس قلت خاف لين عندي ثمن الظهر وهم عندي مرقة الدجاج شوية ضال بالموع رجعنا هن بجدرية لتحميهن للي ياكل شوفوا حبيبات الغاليات هذا همينا الماعون همينا تشبير همينا خليش بي ثريد يقول للي ياكل ثريد ياكل ولي يريد ياكل ثمن عندي مععون ثمن يصير شوفوا حبيباتي هم بالصينية الأخرى همينا سويت شسمة سويت ثريد بصينية يعني عندي صياني بس وقم أماني يقول شسمة عندي صياني بس جو الجو الغراز صايرات ما ثريد فقلت لهم ومشكلة بهاي الصينية وبهذا الماعون الزجاجي أو الشوش أو البلول المهم وبهاي الصينية همينا ثردنا ما كو واحد غريب إحنا عيلا يعني بيتنا وعادي واحد كيف وش سوي سوي المهم حبيبات قلب الغاليات الفلب المشتركين والمشتركات الجدد نورت قناتي وهي منورة بالعتيجات والوسطانيات حبيبات قلب الغاليات شكرا جزيلا لكم التعليقاتكم الحلوة أشكركم كل قلبي حبيبات قلب الغاليات متابعين متابعاتي والله العوين شانج قطيب تمنيتكم يونس بنثير وهذا يوسف يبتع التبس خلب حلقه سكت هذا يونس حبيب التشبير وهذا لا مو أصغر أحفادي أصغر أحفادي توتة تهاني الله يحفظهم ويحفظكم حبايب قلبي يحفظ قوالي قلوبكم عندي متابعة السمدات تقول ادعوا البنتي صار عشر سنوات ما عدهضنا وآني السمدات كتبت لش الفوني بالتعليق ما لسمتش اكتب بالفيديو ما لسمتش يعني قلت لش راسليني ولحد الآن ما رسلتيني راسليني ضروري إلى هنا أقولكم مع ألف سلامة